مولانا الإمام يعني من سياق هذا الحديث الشريف أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك هذه وصية للأبوين معا وإن تعددت التوصية أو كانت تخصيص هنا للأم أكثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة هنا وأوصى بها لأن الشرع يكمل الطبعة هكذا قال العلماء الإبن لم يرى ما الذي عانته أمه في حمله لم يرى ما الذي واجهته في ولادته ما الذي فعلته في الرعاية والعناية قبل أن يشب وأن يسير على قدميه كيف كان قلبها والقلب أمر خفي لم يرى قد يرى الأب وهو يخرج لتحصيل الأرزاق وهو يحمي الأسرة وهو يرعاها وهو يدربه يعلمه يحن عليه قد يرى هذا لكنه لم يرى ما الذي بذلته الأم وفلا يتصور وقد يظن ظن إذا اكتفى بالظاهر أن الأب قد بذل الجهد الأكبر وأن له الجهد الأعظم من الحب فالنبي صلى الله عليه وسلم بالذكاء الفطري النبوي الإلهي الصمضي الذي وهبه الله إليه أراد أن نعلم السائل أن أمك ثم أمك ثم أمك قد بذلت لك ثلاثة أضعاف ما بذل الأب من العناية والرعاية والتحمل والكره الذي فعلته حملته أمه كره ووضعته كره يعني شيء ما هوش لطيف يعني صعب قوي صعب قوي أنها كل شوية تتقاية وكل شوية تتوحم وكل شوية اختلط عليها أحوال الحياة مقتضاية الحياة نفسها وبالرغم من كده بتحب قوي متعلقة فيه بطريقة يعني غريبة غير مبررة وستظل كذلك متعلقة به أبدا الحياة حتى قال العوام عندما شاهد وهذا المشهد قلبي على ابنة فطر وقلبي ابني علي حجر ليه هو الابن بيحبها وكل حاجة ويمكن بيبراها وكل حاجة بس مش زي نفس القضية ولذلك ورد في الأثر أن أحدهم حمل أمه وهو في الحج فطاف بها وكذا إلى آخره وهو يحملها على كتفيه فأتى فقال أنا قد وفيت حقي لها حقها علي فقالوا لا لأنك فعلت ذلك وقلبك من الداخل يتمنى وفاتها علشان ترتاح وهي فعلته لك وهي تتمنى حياتك تشوف المفارقة جدا يعني الحجاب العكس لا إله فالقضية هنا أنه الأم دي شيء لا يصدقه عقله ولذلك عملوا فيلم تسجيري كده في بلاد أوروبا الأمريكان أيضا عملوه يعني قد يكون الفيلم دا مش أوروبي إنما أمريكي رجل قدم يطلب موظفين فجاءه الموظفون وتقابل معهم وسجل اللقاء فكل ما يدخل أحدهم يقول له على شروط المهنة التي يعرضوا عليه والوظيفة والأجر والعدد الساعات والشهادات المطلوبة والكفاءات المطلوبة فقال له إحنا نريد وقال للجميع نحن نريد أن أنت تشتغل 24 ساعة ما فيش راحة في الأسبوع ولا في الشهر ولا في السنة فهو واحد يقول له ولا كريسمس قال له ولا كريسمس قال له طيب وإيه كمان لازم تكون معاك شهادة في الطب وشهادة في الاقتصاد وشهادة في التربية الأطفال وشهادة في كذا وكذا في إدارة المنزل أو الإدارة عامة قال له بس ده غير إنساني تبدو الأمور تعجيزية آه يعني تعجيزية طب هتدوني كام واحد منه قال له هتدوني كام كده قال له لا لا ببلاش قال له آه لا أنا ده فواحد الثالث قال له وده قانوني اللي انت بتقوله ده ده له إنساني وله قانوني وله معقول قال له بس ده في ناس كتير جدا كده وخدوا الوظيفة فقال له إيه ده مئمين الناس ورهن هؤلنا دول انت كده قال له الأم صحيح فده يلخص ما هنالك فكلهم خبطوا على دماغهم وأيوة صحيح ده الأم فعلت كل هذا وتفعل كل هذا هي الطبيب وهي المداوي وهي المدبر للبيت وهي اللي عطلها لا تخدش أجازة نهائية ومفيش أجازة وأستاذة في الإدارة وأستاذة في التربية وكذا إلى آخره شكرا شكرا